عمري في حياتي ما هكون لي عندي مشكلة مع الزمالك أبداً الحرس الأول في تاريخ مصر لكن عناده زيادة عن الحد خسروا حاجات كتير كابتن نالي الأهلي ومنتخب مصر والإعلامي الكبير كابتن أحمد شبير أهلاً بيك معنا أهلاً بيك في وجهة نظر بتقول أن الإعلام الرياضي في مصر بقى أهلي وزمالك بشكل صارخ بالنسبة 90% لأنه للأسف الشديد الناس بتحب تفرج على الحاجات اللي بتهمها بتبعد على الأهلي والزمالك نسبة مشاهدتك بتقيل جداً متابعتك على السوشيال ميديا بتقيل جداً في وجهة نظر بتقول أنك مش بتقرس على الأهلي في النضد قوي بسبب وجود مصطفى شبير في النادي الأهلي مصطفى شبير لما غلط فماتش الأهلي طلع على الجيش أنا الوحيد اللي طلع تقلط الهدف مسؤوليته لأنه في الشاشة أنت ملك الناس مش ملك نفسك يعني فبالتاني إذا كان مع العيب نفسه بتعمل كده يبقى مع فرقيته ده الطبيعية لو مصطفى شبير جاله عرض من بيرميدز بتلت أضعاف عقده في النادي الأهلي هتوافق؟ مش هتلعون لك ولو بعشر أضعاف ولو بعشرين ضعاف أولاً أنا لا أتدخل في حيات مصطفى على الإطلاق يعني هو بياخد قراراته بنفسه وما شاء الله دماغه متراتبة بشكل جيد لكن لما تقول ده نعم إحنا عائلة أهلوية كلنا من أولنا لأخرنا ومصطفى أهلوي أكتر مني مئة مرة لسه ليك تطلعات إدارية في اتحاد الكورة؟ بص أنا في واتم الأوقات كان نفسي برئيس اتحاد الكورة وده كان موضوع قريب جداً جداً مني لكن متصور أنه في وجود الإعلام الأمر صعب شوية بالنسبة لي يعني لكنه يمكن في واتم الأوقات يبقى عندك الفرصة أنك تبقى رئيس محترم لاتحاد الكورة محترم ليه دايماً مهتم بوجودك إدارين في اتحاد الكورة ومش مهتم بوجودك إدارين في نادي الأهلي؟ بلا إن بدأت عمل الإداري في اتحاد الكورة كمدير للمنتخب الإولمبي وبعدين كعضو مجلس إدارة فكاريري راح في سكة اتحاد الكورة يعني بص أنا نادي الأهلي بالنسبة لي نقطة ضح يعني أنا ممكن تقول لي واحد من أعضاء لجنة حكماء النادي الأهلي ممكن يكون غير معلن بتسئل في حاجات كتير بقول رأيي في حاجات كتيرة جداً لكن شايف أنه النادي الأهلي بقى مترتب على ناس معينة ناس دخلت في الإدارة من سن صغير فأعتقد أنه هم بقوا موجودين بشكل أكبر شعبيتك داخل الجماعية العمومية لنادي الأهلي ممكن تمكنك من الفوز بأي منصف مجلس إدارته أنا أتصور أني عندي شعبية بين جماهير وبين أعضاء الجماعية العمومية في النادي الأهلي وأتصور لو أنا طرحت نفسي أعتقد هيبقى لي فرصة جيدة جداً للنجاح والتواجد داخل النادي الأهلي هند شوبيت زملتنا العزيزة بيتعامل معها في الشغل إزاي؟ أب ولا بتعامل معها مهنياً طرياً أعتقد أنت قادرة أنه الحد الوحيد اللي بتعرض لخصم مني في الشغل هي عند شوبيت شابت حالات في البيت بعد كده لكنه إذا ما تعملتش في الشغل الاحترافية والمهنية والحياة مع الجميع تفشل فالناس لما تشوفك صارم مع بنتك هعرفوا أنك راجل بلا مجاملات في شغلك وبالتالي تبقى فرص النجاح موجود أحمد شوبيت ولا مصطفى شوبيت؟ مصطفى شوبيت قد تكون عندي الموهبة من صغري هو عنده بقى الموهبة عنده العلم أنا شايف أنه مصطفى كحارس مرمى بسم الله ما شاء الله عنده كل المقاومات أنه يبقى حارس عالمي وليس حارس محلي فقط الخطيب ولا لابوتريك؟ خطيب لو سألت السؤال ده لابوتريك حيقول لك محمود الخطيب على مستوى يعني كرة القدم خطيب قدم ما هو يعني خارق بالعادة وكم من ده كمان على المستوى الإداري فأنا من أحدى نقاط ضعفي محمود الخطيب أقول لحضرات أسماء وتعلق عليهم بجملة واحدة سريعة عسام الحضر الحرس الأول في تاريخ مصر إكرامي صاحب فضل كبير متحد سلب مبسوط منه جدا لأنه كل شيء عارف يغير من شكله ومن لونه احنا اختلفنا كتير يعني لكنه هتاخد نجاحاته بصراحة واضحة وشاطر وزاكي وعارف يتعامل مع الزمن بشكل جيد وعارف يحفظ على شعبته وبانه يزودها كمان طاهر أبو زيد فلتة من فلتات العصر في كرة القدم لكن عناده زيادة عن الحد خسروا حاجات كتير أخيرا وجه كلمة لجمهور الزمالك بصراحة ما شفتش جمهور يعني بيقف خلف فريقه بالشكل ده يستحق التحية والتقدير وأتمنى أنهم يظلوا مشندين لفريق كابتل نادي الأقلي ومنتخب مصر والإعلامي الكبير أحمد شوبير شرفتنا أشكرك شكرا جزيلا